على مستوى الفني لما تستعرض تجربة مثلاً عامر ناصر عبدالله حتلاقينا في البدايات إلى بدر كنا نقدم مشاهد نتلمس الأماكن الموهبة اللي موجودة عندنا مشاهد قصيرة اللي هي حمود ومحميد مدري إيش حقها تلوايت عمال بسيطة بس نتلمس بكل موهبتنا بعدها تحولت إلى لما تعرفنا على بعض أكثر وعرفنا إمكانياتنا وقدراتنا صنعنا مسلسل 11-11 لكل واحد يقدم 30 شخصية خلاص يعني الآن انتقلنا من المرحلة إلى مرحلة توليفها جاهزة الآن بالضبط صار فيه تجانس بينهم صار فيه تناغم يعني مثل ما تقول أنه واحد يفرش والثاني يشوت وهذا التركيب اللي صارت من اللي كان يفرش؟ اللي كان يفرش عبدالله اللي كان يفرش عبدالله آه طبعاً عبدالله كان يفرش كثير لناصر وناصر كان يسدد كان يهدد هداف ناصر يعتبر أي عدم وجود عبدالله مع ناصر ما كان يقدر يسدد يعني هل أو يعني هل هل أقوال هذي كلها في لو لا وجود؟ عبدالله عبدالله طبعاً لأنه عبدالله كان يفرش له بشكل كبير من خلال الكاركترات الشخصية عشان كذا صار ليش يسميه ثنائي؟ زي حين عبدالحسين وسعد أوكي؟ اللي كان يفرش منه سعد الفرج واللي كان يسدد عبدالحسين دوريد لحام ونهاد قلعي نهاد كان يفرش ودوريد كان يسدد لأنه وصلوا هم تلقي هذه حصيلة تجارب بعد فترة زمنية وعمرهم عرفوا وين مواقع القوة عند كل واحد بدر عفوا هذه الصورة بعد ما انفصلته أبو فيصل صح؟ أنا تتوقع في البحرين هذه الصورة هذه بالبحريني بعد انفصال طيب الآن بعد ما انفصل ناصر وعبدالله أول شيء كنت تتوقع أنهم بينفصلون أي كنت متوقع أي طبعا ليه؟ في فترة من فترة يعني أول شيء هذه هذه يعني شيء مؤكد أي ثنائي لازم في يجي يوم ينفصل طيب في تجارب سابقة فليش كنت متأكد لأنه أصلا في يوم الأيام هيصل ناصر أو عبدالله يبيقول هذا الجمهور حق مين الجمهور هذا الكبير العريض اللي قاعد يعني يعني قاعد يتحفن في حبه ومحبة لنا هذا جمهور من جمهور ناصر ولا جمهور عبدالله لأنه الفنان بعد يبغي يارب ولا لا هم كانوا شركة صحيح بالجمهور فبالتالي ما ممكن أن يستمروا لازم ينفصلوا عشان كل واحد يحس باستخلاليته لازم يعني بعد من فصلوا طلع الجمهور جمهور ناصر ولا عبدالله أعتقد أنه سبعين ثلاثين المين السبعين ناصر أعتقد جمهور ناصر أكثر طيب أيضا بعد من فصلوا من اللي يشوت الناصر الآن أو يفرش الناصر ومن اللي يفرش العبدالله الآن يعني مثل ما تقول أنه يسمونهم في عالم الرياضة محترفين جدد يعني كون مجموعة من الشباب مع ناصر من خلال تجربة الأخيرة اللي قدمها بس إلى الآن ما في المميز فيهم اللي بعد يعني مثل ما تقول سد أنه ممكن يفرش الناصر اللي سد خانة عبدالله عبدالله وعبدالله في حد يفرش للآن عبدالله لا عبدالله صعب عبدالله حالة صعبة جدا يعني يعرف لأنه عبدالله عشرين سنة وأكثر من عشرين سنة قاعد يلعب بخانة وهي مهوي خانة هجومية فبالتالي من الصعب تحويلها إلى خانة هجومية يعرف ناصر طول عمر كان مهاجم لذلك خذ السبعين في المية من الجمهور ما هي طبعا لأنه إحنا عندنا جمهورنا الآن النجم عنده الهجوم مو الدفاع صح عطيني الآن نجم فهمت علي يعني في في يعني في ألمانيا أوكي هذه معلومة أنا سبتها من من صديق لي خالد الهلالي يعني بعد ما قلت لي على الجزمه قال لي تصور أنه الوحيد المدافع اللي يخذ أفضل لاعب في العالم كنفارو ظاهر كنفارو اللي مدرب النصر الآن أفضل بس هو مدافع أفضل مدافع في العالم عامل 26 الوحيد أفضل لاعب على فكرة أفضل لاعب هي هي أفضل لاعب بس كان دفاع بس كان مدافع كان مدافع حنا مشكلتنا أنه نسعى للهجوم يعني عارف من يسجل أهداف هو النجم تبعنا بدر فبتالي هذا ما حتى عندنا في المجال الفيني أنه من هو اللي ممكن يضحكني أكثر فأنتعلي فهو هذا نجمي رغم أنه في عناصر في دفاع عندك من ممكن يكون نجم هجومك الآن أنت في عمالك تلفزيونية أحتاج محترف جديد بالانتقالات الشتوية أنت مكتشف المواهب بس لا تنسى تحتاج إلى وقت طويل بدر الموهبة عشان تصل إلى مرحلة من الإبداع والنجومية تحتاج إلى موهبة حتى النجومية أصلا عشان تقدر تفرضها على قناة أن تقول هذا نجمي يعني عارف فتحتاج وقت تحتاج سنوات على بالما تلاقي نجم هجومك تحتاج سنواتي تحتاج سنواتي طيب تحتاج سنواتي